في الجامعة الوطنية بالمكسيك تمكن علم الفيزياء الفلكية غوستافو جويخون وسيرجو مندوزا من رصد نبض غريب يصدر عن الثقب الأسود الهائل الموجود في قلب مجرة درب التبانة الذي يعرف باسم سيجيتاريوس اي لذلك شرع في تحليله وتفاجأ أن النبض كان عبارة عن تقلبات تدفق أشعة جاما كل 76 دقيقة بما يشبه موجات الراديو والأشعة السينية حيث دائما ما تتقلب تلك الموجات على نطاق زمني يبلغ حوالي 70 دقيقة ولكن الثقوب السوداء لا يمكنها أن تصدر أي إشعاعات لذا استنتج العلماء أن هذه الظاهرة تشير إلى وجود حركة مدارية لشيء يدور بجنون حول الثقب الأسود والسؤال الآن ما هذا الشيء؟ اشتركوا في القناة